إذن مشاهدين الكرام نقف عند هذا الملف للحديث أكثر عن رسم الفعلية التقوية إذن مع ضيوفي الأكارم السيد مراد الواضح خبر في الشأن التقوية أهلا بك سيدي السلام عليكم كارك سيد أبو بكر السلامي خبر في الشأن المالية أهلا بك أهلا بك كما سيشاركني زميل بلال في هذا الحوار إن شاء الله إذن بداية رسم أو استحداث رسم الفعلية التقوية أبدأ معك سيد مراد الواضح هل استحداث رسم الفعلية التقوية اليوم هو تحدي ربما لخفض استهلاكات تقوية؟ على كل حال الشيء جميل جداً لماذا؟ لأنه كان يستعلى كثير مع الشاب مع المنازل ولكن هناك مشكلة قبل أن ندير المشروع على الاستهلاك التقوي يجب أن نذهب إلى الأساسي لا يوجد نحن خبارات لا يوجد نحن مراكز للبحث ولمراكز للقطرول يعني لا يوجد نحن للابراطور لأنه كان شيئاً كان الاستوراد ويوجد نحن في الجزائر والعقلات يجب أن نجد الأشياء اللي يذهبون يعني كل مشتاقت الصناعة للكهرباء المنزلية ولكن المشكلة ما يجب أن يقول الأشياء اللي يجبوها راهي هنا لازم يكونوا كل حق البضاعة كانت اثنين سواء يعني لازم يجيبوا يجيبوا في البورت لازم يقولوا بالبضاعة اللي كان كايتشارج لازم يكونوا كايتشارج ما عندناش كايتشارج في الجزائر ويش يقولوا كايتشارج بعربية دفتر شرط قبل منحوا القانون لازم ديروا دفتر شرط الدفتر شرط هو يبين أي المواد اللي نحن جيبوها الثاني شيء في البرودو فيني يعني البرودو فيني لازم يقولوا كان نيكلاس كان كلاس A4 A5 A1 السعر منشي كيف كيف لأنه باش نقولوا إشكونين جيما يخلص الضرائب أكثر من الآخر لازم نعرفه وراه البيع لأنه كان نشد يعني الثلاجة كان الثلاجة بـ 20 ألف دينار كان الثلاجة 150 ألف دينار يعني انت 150 ألف دينار لكن يعني لقونسومسون دينار جي حاقتها بزاف لماذا؟ لأن ديجاء أول شيء نحن ننظر على البيئة وعلىنا نحب أن نحو في الطاقة المتجددة لأن الجزائر مضت في باريس 2015 مضت عقود على البيئة ونحن البيئة هذه لازم نشوفها أول شيء هي البيئة الثاني شيء لازم نشوفه وش هو المواد يستهلكها للمواكن الثاني شيء باش نروحه في اليفيكاسي تينيرجيك كان أشياء مهمة لأنه سمعت ذلك للوزير وسمعت الخبار يتكلمه على لغاس بياش يعني وش أقولها على لازم نروح وش حبينا سياسة اقتصادية ولا سياسة اجتماعية ولا سياسة اقتصادية يجب أن نحاول الدعم هذا الدعم هو الذي يؤثر على الغاس بياش لأن الدعم هذا كأنا أشياء يعني أنا برودكتور نتقد اللي جاييني من الغاز يكون 15 حتى 20 دينار اللي جاييني من الطاقة الشمسية يكون يسواق 5 دينار 4 دينار حتى نقول يعني نحق أي منطق أوف خرج على الريزو اليوم كان نقول لماذا منجحوش في الطاقة الشمسية لأن الدعم رهو الجزائر الشعب يعني المواطن هو يخلص دينار و20 دينار و22 نعم سيد سيد مراد سنتحدث عن دقات المتجددة كذلك لكن سؤالي الآن إلى سيد أبو بكر سلامي إذن ما شو قانون ماليا اليوم تاب الكثير من الرسوم في الإجراءات الأخيرة هل ربما استحداث رسم الفعالية التقوية كذلك سيكون فيه تحدي استهلاك الطاقة قراءتك في هذا الشأن وأنت خبر في الشأن المالي نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبعة الخير سبعة الخير هو القانون هذا اللي تكلم على الرسم على الفعالية التقوية كان تم استحداثه في قانون ماليا 2017 المادة 70 كل تفاصيلتها كانت في قانون ماليا 2017 هل تم تطبيقه أم من تتم تطبيقه نظن كما قال الخبير سيلواط قال بل لي أن هناك إجراءات هناك هل لدينا الوسائل المراقبة لأنه كل رسم أو كل مادة تخضع للرسم تخضع لأساس تقنيات هل لدينا الإمكانية المراقبة هذه التقنيات باش نقل مادة هذه تخضع لرسم 5% أو 10% حتى 40% هذه أولا ثانيا السبب عنده ثلاث أبعاد أولا سبب مالي يتعلق بالخزينة لأنه علش في 2017 كان عندنا حاجة للحكومة كانت في حاجة إلى أموال يعني الأزمة اللي بدأت في 2014 مشات يعني ومازال الحد الآن في 2017 حدثنا كثير من رسوم الضرائب وتغيير في المعدلات باش يكون عندنا مدخول إضافي للخزينة هذه أولا ثانيا لحماية الطاقة واستهلاك الطاقة في الجزائر والتحول من استهلاك الطاقة الهدية إلى استهلاك الطاقة طاقة البديلة ثالثا كان عندها أيضا هدف آخر وهو ترشيد الاستهلاك إذن لما نشوف تغيير اللي حدث أو المقترع في قانون المالية 2020 هو أنه المالية 2020 أو في مشروع النون المالية 2020 باش الاستيراد اللي كان محدد في الفئات من ألف آ إلى س آ بي سي دي زدنا فتحنا آ بي سي دي أ أف مع أنت زدنا فتحنا المجال يعني للإستيراد وهذا علاش باش يكون عندنا مداخل جبائية اللي عننا لاش حكومة رأي في حاجة إلى مداخل جبائية أولا ثانيا المنتوج المحلي لم يعد يغطي الطلب الداخلي وبالتالي شنا جزء من الاستيراد رايح يكون طالب كبير أولا ويكون نقص في موارد خزينة إذن هذا المعيير الأول المعيير الثاني أنه غيرنا قليلا في المعدلات رفعناها لعناش باش أيضا تكون عندنا مداخل جبائية إذن إذا كان مشينا كما قال الخبير كما قال سي الواضح يعني بإمكانيات الرقابة هنا يمكن نحقق نتائج تاع الإجراء هذا أما اليوم ومش فقط في هذا الميدان كثير من الميادين منها مثلا السيارات المستعملة يعني الرقابة هي صح كيفاش نعرف يعني البطاقة التقنية لا فيش تكن هذه المادة إذا كان ما تحكم مناش في النقطة هذه كل إجراء آخر راح ميمتش نتجة تاعه إذن هذا هو بيت القصد هو الإمكانية في التحكم في طيب سنتوقف إذن ربما سيد أبوكر سلامي الحكومة اليوم تبحث عن خلوف خطتها ربما تكون إيجابية في السهلة كالطاقة لما لا لكن بالنسبة للمواطن كيف ستكون نعم بالنسبة للمواطن إحنا باش نمسوا مثلا سعر الكهرباء كما قال الأخ مدعمة ما نقضيش نمسها وموضو حساس يعني ما حتى نمسها نمسها على المادة المتوسط والطاويل وهذا اللي راح نمشوله يعني نحبه وننكره ونمشوله لإلغاء الدعم وتوجيهه إلى الفئات التي تسحب الدعم هذا إذن الحكومة وجدت الرسوم لأنه لماذا هذه المواد اللي كنا نتكلم عنها راي تخضع للرسم ترشيد الطاقة أو الفعالية الطاقوية وتخضع لما يسمى الحقوق لحماية المنتج الوطني إذن 40% مثلا لبعض المواد زي 60% راي 100% إذن بالضغط عن طريق ذرائب الرسوم أولا تكون مداخي الجبائية ثانيا تكون ترشيد وتوجيه للاستهلاك استهلاك الطاقة وبتالي نظن بأنه إذا كان مشينا طريقة مدروسة أو طريقة سليمة ممكن نحقق النتائج هذه خاصة في الآن للوقت الحالي الهدف الأساسي للحكومة هو أن تكون مداخي الجبائية تنويع المداخي الجبائية وفي نفس الوقت نحقق هدف اقتصادي حماية البيئة خاصة وأنه في قانون المالية 2017 التوقعات كانت 21 مليار دينار جزائري من خلال هذا الرسم 18 مليار عن طريق رسم على رسم على الفعالية تقاوية و2 مليار عن طريق رسم على القيمة المضافة وبالتالي هنا كان عندها هدف وهو خاصة هدف مادي ربما سؤال آخر بالنسبة للأستاذ واضح تم استحداث ربما رسوم تقدر بـ 5% بالنسبة للأجهزة المصنعة الحليا و30% للأجهزة المصنعة أو المستوردة هل ترى بهذه القرارات المتخدة في قانون المالية أو المشاريع على القوانين التي تخذها في قانون المالية 2020 تصوب بالإيجاب أو بالسلم على الاقتصاد الوطني شوف أخي العزيز هدفت النقطة يعني مشكل دي بروفوندور اليوم رانا نعالجو المشكل للا بروديكتيفيت اللي ما عندناش نعالجو بها بالضرائب نعالجو بها بلا بروديكسون دي مرشي كل مرة كل من ديرو للا بروديكسون دي مرشي كان أكور تان يعني على المادة قليلة مادة صغيرة ولا كان إيجابيات مليحة وإيجابيات ماشي مليحة ولكن أغلبها أغلبها قاع ماشي مليحة لماذا؟ لأن ما عندناش بروديكسون الوينتان اليوم نهضر على البرنامج الوطني واسمه البروجي كان كينا 22000 ميجا وات على 2030 اليوم طبعناها 2050 لماذا؟ الوزير قال بلي راح نديرو على 2030 6500 ميجا وات يعني 1500 ميجا مليحة أنا عندي 50 وانا تكلم على شي هذا بلي من ماشي نحو في بروژيك كبير لازم اليوم المشكل اللي كين لازم نوليو الورا للور لازم نديرو نامو ماشي ونفال لازم نديرو انتو مرشي وش عندنا الماتريال كلي وش هو المشكل لازم نعالج المشكل بالمشكل اليوم الضراء لا يشح يصرحوا البلد ضراء يصرحوا ستون سبكولاسي يعني أنا هدرك قانوني يعني في الفمانس عندك سبكولاسي كور موين لانترم هذه سبكولاسي كور ترم لأن غدوة القانون الواحد وعشين نبدلوها الناس يروحوا في زنفصم تحون يعود يولون لور عشا وكره لانترم اليوم راننا في عهد للديجيطاليزاشن وشحال عندنا اللي بلاتفورم اليوم كورنا نبارح يعني هذا أمر مهم جدا البرح كورنا بالمواجي اليوم خرجنا للستات أب ستات أب هذا هذا مهما مهما يجب لكن هناك لديك يجب لديك ودع الدولة الدعم في البلدان بالأسمة يدعم ويقولك ومعاد يكون كل ستارتوب عشرة أو العشرين أو لا يدعون لهم رجل أعمال أو الإكسبر أو الحاجة عندوا الإكسبرتيز يمشي معهم. هو يدعون لهم كي تشارج هو يتبع فيهم يقول كهذا النوط يعطلوه هل يزيدون لدراهم أو لا يزيدون لدراهم أو لا يزيدون لدراهم أو لا يزيدون لدراهم اليوم الكلام تعتقد خمسة أو خمسة مئة ودعوة هادي سيرا بروتكتون لا يزيدون لدراهم لدراهم يجب أن نقصره يجب أن نقصره يجب أن نقصره يجب أن نقصره مؤخر سيد مراد الواضح أنت تحدثت عن نقطة جد مهمة هي ربما نقص الخبراء في هذا المجال أنت كخبيل في شأن الطاقة المتجدد دولة كرؤية ربما وتخصص في هذا المجال أين هي أو أين هو قطاع الطاقة المتجددة من كل هذا أنا نشد بلاد صغيرة لقدمنا داروا فعالية تقوية تونس فعالية تقوية نجحت في المنازل لماذا نجحت لأن الطاقة الخارجة من الغاز يعني تسوى لهم 8 أورو 100 كيلوات يعني 100 كيلوات أرد سوى 8 دولار 8 أورو نحن 1.22 أو 1.20 أورو كرحوا للطاقة الشمسية يسقم لهم 4 أورو 100 كيلوات أورو لماذا سيربحوا نحو الدعم أنا واش نقول أنا اليوم باش نجحوا يعني أنا نهضر لي أن الشعب لازم يتقاس اليوم ولا غضوة نجيبري في تقاس اليوم ولكن المال هذك اللي نشنا ننذره عندنا 15 مليار دولار دعم عندنا 42 مليون أبيطان يعني نسمة هذه في الجزائر نحن ندعمهم 100 مليون يعني كل احترام الأخوان اللي يجيوا هنا السوريين كل اللي يجي الجزائر نحن بينا بلد ماركزين ماش ماركزين على الاقتصاد ولكن ماركزين على السوسيال يعني اللي يجي عندنا عنده 100 مليار دولار وعنده 0 دولار الجزائر الدعم فيه اليوم لازم نعرف باللي لازم نديره ديجا لزون الجزائر كبيرا الله يبرك لازم نديره ديجا ديجا لازم ديجا لازم نديره لازم نديره لازم نديره لازم نديره واقفة لازم نديره لازم نديره ولكن كل ما نطلع النور نبدل القانون لماذا؟ لأن كائنة إنتراجتك في البنات لن ندعم للاعرب ليس لنسيهلك التقاوي ندعم مصانع سمان أو البريك. مجرد في سحرات، نعمل عملية الوزنة سمان أو البريك. يجب أن يشارك طريق المشاريع صغيرة يقومون بمشاريع المشاريع بأسفل المشاريع. اليوم، في أمريكا، في نيويورك، يجب أن يتبني في البارتبان. يجب أن يتبدل. يجب أن تبدل القوانين. يجب أن نفعل تبع نصد المشاريع. تبقى المشاريع التي تبدل عالدة برنامج، يجب أن نشاهد مع قوانين. يجب أن نفعل قوانين وترد عميج المشاريع. يجب أن نفعل قدرنا كيف يجب أن نفعلها. إذا كان لدينا جميع المباشرة. نستطيع أيها الأكتب، فنستطيع أن نكون مقرد النحاق. لا نستطيع القانون. نحتاج إلى العلم. نتقدم افعل نظارته. نعم بأثناء الرياضية. هل تحدث عرام فنحن يصبح عظيمة المرأة؟ أو أي شيء يجب أن نرم. كان لدينا نرم. وإنساننا ندلو كان خبراء. ولكن رأيهم مرهوشين في السوق. هذا خبير. كانت تكلمت مع الأخ. عرفته اليوم؟ كان في المينستير في أنعمه. اليوم لا يخرج خبير رأيهم يمد. يمد الأشياء للسوق. ولكن كل الناس وكان يشدهم الوزير اليوم خبير. المودي العام لتحسن الغاز كان في أسكاتيام وكان خبير في الطاقة الشمسية. ولكن يلاحقوا البوليتيك. لأنه كان حاجة يصابر السوسيال. اليوم وكان نكمل في التجاهتنا. حتى نتخبطوا رحنا في الحيط. ولكن لازم نقول له. عندنا عشر سنين. نبدأ نديرهم اليوم نديرهم عشر عشر حتى نحقهم المئة في المئة. خاصة المنفطة عشر. والداء المال. سمحي لي. المال هذك اللي نديره ساز مليار دولار. نديرهم خبارات في الاستراتيستيك. يشوفوا ما عندنا. المحتاجين. إسانسيال. نبدأوا في المحتاجين. نعطيهم المال. نديرهم مليكونت بانكير. تكون هناك خطة يعني. نشوفوا. نشوفوا. لازم. اثنين شيء. نشوفوا. نشوفوا. عندنا مدخل تعني. نديرهم. نشوفوا. عندنا. يقولوا. كدر من. 20% تعليل. الغاز والبيترول. ولكن. الإكسبرت. نشوفوا. نشوفوا. للحديث. لقولوا. نشوفوا. نشوفوا. نستخدموا. أعداء بعض التواربات تقلحة. لذلك. لكن لا يحدث. لا يكتب. إندارهم. لنسوفوا. لتيجرنا. ديجيطاليز. يمكننا الاستطاع. نصباح. يدعم. على المهلك. الإيربن بي. وكانت تقلحة. كلمات يدعم. لا يوجد من مطه. يعني. فالأنتر. لذلك يجب أن يجب أن يساعد ذلك لأن يساعد المعروف من العمل. ونحن يجب أن يجب أن يدعمها بـ 30%. لا يجب أن يجب أن يساعد المعروف من العمل. لدينا هنا عديد الشركات التي تنشط في المجال دعونا نتحدث بأن اليوم الجزائر بصفة عامة وتحدث أن شراء سلم اجتماعي أهم شيء عندها في الجزائر سيد أبو بكر السلامي ربما اليوم الجزائر تحارب شراء السلم الاجتماعي بالرسوم وهل هذا سيخدمها مستقبلاً أم لا؟ أرى جوابك السؤال بعد أنه عندي ملحظة شوف السلم الاجتماعي هذا هو المرض اللي ينخر الاقتصال الجزائري والجزائر بصفة عامة نحن كل متفق بأن المساعدة الاجتماعية أو التحويلات الاجتماعية كلها هدفتها هو شراء السلم الاجتماعي الشراء السلم الاجتماعي هو أنه تخليني طرقين نخدم ها كل المزايا والاستفاد منها إذن اليوم رحل حان الوقت وكانتكلمنا والحكومة تكلمت من قبل بأنه يجب تغيير السياسة إلغاء كثير من الامتيازات الاجتماعية وتحويلها إلى الناس اللي حقيقة محتاجين إليها هذه اليوم ما بقاش فيها نقاش هذه ما بقاش فيها في ميدان الكهرباء في ميدان الاستهلاك في ميدان كل شيء النقل السكن كل شيء تحويل الاجتماعي لازم تكون سياسة جديدة هذه لا مفر منها بالنسبة لضرائب الرسوم نحن الجميع يعرف بأنه ضرائب الرسوم هي في كل عالم يعني منذ القدم هي وسيلة لتوجيه السياسة الاجتماعية السياسة الاقتصادية باش نوجه مثلا المستهلك باش نوجه من سلعة إلى سلعة نفرض عليه ضرائب الرسوم ولكن قبل هذا كما قال الخابير لازم نوفر له لو كان نغلق عليك طريق نعطيك طريق واحدة أخرى تمشي فيها إذا كان نغلق عليك طريق هذه وموفرت لكش خيار اليوم أنا نمنعك باش تشري ولا تصنع هذا الآلة لتستهلك الطاقة ولكن هل وفرت لك الظروف باش تمشي المنتوج آخر هل قمنا بدراسة الاستقرار القواني كما قال تاع على الشي اللي خلى المستثمرين ميجوش لأجانب أو للجزائريين ميستثمروش هو عدم استقرار المنظومات اليوم تلقى إنسان جاب يستثمر في الجزائي جابوزين باش ينتج المادة هذه لأنه على بل هو بالل يرسم عليها مرخفض أو مكاش لأغدوان تار بعد شهرين ثلاثة أو عام تغير له القانون إذن استثمارته كيفاش يدير إما يهرب إما يتوقف إما يغير كيفاش رح يدير إذن إذا ما قلناش ضمانات للمستثمرين ضمانات على الأقل استقرار منظومة قانونية بالنسبة للضرائب والرسوم أو غيرها إذن كنتغيث أمور سياسة الجبائية لازم ترافقها خيارات أخرى لأنه لاش باش نحد استهلاك مادة معينة أو نوع معين لازم نمدلك الخيار الخيار أنه نوفر لك الجو باش تمشي للخيار هذا هذه أولا استقرار للمنظومة هذا ثاني أمر أساسي وبالتالي منظر نمشو هكذا بطريق القوانين المالية والقوانين المالية التكملية لنغير كل ست شهر كل سنة نغير القوانين هنا الناس يعتخاف من جو لأنه كان جو استثمار إذا ما كاش جو يعني كما توفره كثير من الدول جو الاستثمار متوفر ما تستناش مستثمرين دير أي شيء لأنه علاش ما كاش استثمار طيب سيد أبو بكر سلامي تحدثت عن ربما عدم الاستقرار للمنظومة خاصة في القانون وهذا يعتبر جد مهم خاصة للمستثمرين ومناخ المال والأعمال في جزائر أليس اليوم هذا القرار سيدفع المصنعين إلى ربما رفع الأسعار إذا حدثنا عن الأسعار أكيد الهدف من ذراء بروسون أنه نرفع الأسعار من عند المنتج حتى نلحق بالمستهلك باش المستهلك يعزف عن استهلاك المادة هذه ويحول الاستهلاك تاعه من مادة إلى مادة أخرى هذا هو الهدف تاني باش يغير الاستهلاك تاعه من مادة ألف التي تستهلك طاقة كبيرة إلى المادة بان لما تستهلك أي ضريبة أو رسم راح ترفع في الأسعار تاع المواد هذه وبالتالي الإنسان باش يشري مادة ب10.000 دينار يشري مادة نفس المادة بمقاييس أخرى 8000 دينار هذا هو تحويل السلوك الاستهلاكي المواطن وبالتالي نمشو من استهلاك طاقة أو المواد التي تستهلك كثير من طاقة إلى مواد استهلاك أقل هذا يعني علش كنت لك أنا كوسيلة الضريبة هي وسيلة لتحويل السلوك للاستهلاكي أنا نقول لي نقول لي واشا قال الأخ اليوم صباح كنت نشوف في التلفزيون الخبار تاعكم قلتوا بلي قريب 70% من شركات اللي طربوا بيبليك والباتيمو حبسين لأن قريب 100% كوموند بيبليك يعني خدوا من بيبليك اليوم أنا هدروا على الفعالية التقاوية الفعالية التقاوية ما نجموش نديروا برك هكذا وكان ما دلناش فعالية التقاوية المنازل والعمارات كان يعني كان حل لشركة هدوما نحلو أقرب وقت نحلو مجال لشركة هدوما باش يديروا الفعالية التقاوية تاع المنازل يعني وليو باش نصيفون صوني ولكلوات كونسومي نحن نصيفون صوني الفعالية التقاوية في الإفكاسي النقجي تيك. تعالي التويقان تعالي الكسيريور كين نحويش؟ نحن نديرون البرون صولير راهي اليوم تمول الخاص بقريب 50% على الشوف صولير بش يسخنوا الماء. اليوم نسخنوا في الصيف ونسخنوا الماء بالغاز. ما مش الناس يدير لماذا؟ لأننا ميدلوش كنفيانس. لازم يكون توعية ويكون الإشهار في الدوم من هذا. اليوم باش نرجع نرجع لأننا سيلا مود لسطارت أبها دماء. نجمو نديروهم اليوم يخد لما رمكين لسانت فورما صومي فورميو دي تكنيسيا نجمو 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 نديروهم للعمل الفعالية التقاوية. ونجمو نديرو الامبلواء وننساوفي سيزانتربيز. طيب. سيد أبو بكر سلامي ربما كلمة أخيرة ولكن فقط ربما ليس على حكومة تقدم ربما توعية أكثر للمستهى للجزائري حتى يقوم بالاستهلاك اللازم يعني في مجال الطاقة. أحسن من ربما استحداث رسوم. هي التوعية. التوعية ذا واجب. يعني هذا أولاً توعية. ثانياً كما قلت لك. حتى تكون من عند المواطن الجزائري ثقافة. سلوك الاستهلاكي. يعني كي هم يمشوا مع بعض. يمشوا من ناحية التوعية. لازم نبين للمواطن ما هي فوائد تحكم في استهلاك الطاقة. يعني لازم تكون فيه فائدة للبلاد وفائدة للمستهلك. هذه أولاً. ثانياً تمشي معها يعني بطريقة موازية عملية الضغط عن طريق ضراء برسوم. لأنه لماذا؟ في بعض الأحيان التوعية لا تجيب نتيجة. أو تجيب نتيجة نهيش في مستوى الهدف المنشود. وبالتالي وبالتالي هذا يمشوا مع بعض. يعني التوعية والضغط عن طريق وسائل أخرى اللي هي إما رفع الدعم إما ضراء برسوم اللي عندها الهدف الأساسي وتغذية الخزينة ولكن عندها أهداف أخرى اللي هي سياسات الاقتصادية والشميع وغيرها. وبالتالي يمشوا مع بعض. يعني هذا الشيء ما لازمش يتفارقه. جزيلاً شكراً لك سيد بوكر سلمي خبر في الشأن المالي نظر نذيق الوقت نختم هذا البلف الإقتصادي ووجاتينا شكراً لك سيد مراد الواضح خبر في الشأن التقوي على كل هذه التوضيحات في هذا الملاث بهذا